رغم ما يعانيه اليمن من سنين الحرب وما خلفته من ضحايا نزلت عليه جائحة كورونا لتضاعف من مآسيه وآلامه وتأتي أزمة المياه لتزيد طين المعاناة بلة بعدما بات الحصول عليه من الهموم اليومية للمواطنين هذا هو حال ما يزيد عن نصف اليمنيين الذين لا يحصلون على مياه نظيفة الأمر الذي تفاقم في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد من سنوات يعني شربت ما تفقدك حياتك صنعاء تعز إب والمحويت وحجة تعد من أكثر المناطق معاناة بفعل أزمة المياه التي ازدادت مع جفاف أبار الشربي وتوقف المضخات عاني من الماء الذي هو في صنعاء بادا من الماء المرض الكورونا هذه أزمة حادة وخانقة حولت حياة الإنسان هنا إلى معاناة ومكابدة مستمرة عاطش وضمأ دائمين جعل الهم الأكبر والهجس الأول للسكان فالأسر تعاني من شحة المياه التي لتفي بالاحتياجة الضرورية للحياة بالإضافة إلى نوعية هذه المياه ومدى صلاحيتها الأمم المتحدة التي تروع في خطاباتها وتستثمر في جائحة وبائية يتفق العالم واليمنيون على مواجهتها بالاحتياطة اللازمة تقول أن توفير مياه نظيفة في اليمن بات ضرورة للوقاية من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يحتاج إلى دعم في خدمات المياه في بلد يوجد به ثمانية عشر مليون نسمة ممنهم في حاجة ماست إلى المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي ونظافة الصحية يظل الحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة أمر بالغ الأهمية من أجل صحة الأطفال وبقائهم على قيد الحياة هم ومن يقومون برعيتهم ولا تزال الاحتياجات في جانب المياه والصرف الصحي مرتفعة إلى حد كبير بسبب العدد المتزايد من النازحين نتيجة تصاعد النزاع ونتيجة للكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأوبئة واقع مؤلم وأمال تظل تحد هؤلاء البسطاء في الحصول على حياة أفضل